يواصل الجيش السوري استعادة القرى والمدن من يد تنظيم داعش وفي هذا السياق توغلت وحدات الجيش في رف القامش للجنوبي وسيطرت على تسع قرى جديدة مثبتة نقاط وجود لها في المنطقة منعا لأي محاولة تسلل لمسلحي داعش إليها هذه القرى كان تنظيم داعش يستخدمها كقواعد لتنفيذ هجماته على مواقع الجيش وتحصيناته وسبق أن استهدفت طيران الحربي بعدد من الغارات أدت إلى مقتل عدد كبير من المسلحين وعطبنا السيارة بالسلاحة الـ 14 ونصر الشاش وهربوا تقريبا منهم العشرات بينها تم جرحة وقتلة بالسيارات الثانية فهذولا قدرنا نسيطر عليهم مش على الأقدام سيطرنا على المجموعة منهم تم استهدافهم وأعطاب سيارة أربعة أبواب طبعا الأغلبية منهم مسلحين أجانب غرب وفي الحسكة يحاول داعش تحقيق نصر معنوي عبر إشغال الجيش في جبهات جديدة من خلال محاولات التسلل إلى مواقعه في محيط المدينة وفي الريفان الجنوبي والغربي الدفاع الوطني وبإسناد ناري من الجيش السوري تمكن من صد محاولة تسلل لمسلحي داعش إلى حاجز أبيض للدفاع الوطني على طريق الحسكة في ريفها الجنوبي الغربي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم فيما فر الباقون باتجاه معقلهم في جبل عبد العزيز في ريف الحسكة الغربي قوات الدفاع الوطني التي يتزايد عدد أفرادها يوما بعد آخر باتت تمثل عنصرا أساسيا داعما للجيش مستفيدا من خبرة أبنائها في جغرافيا المكان ومعنوياتهم العالية في قتال داعش بعد ارتكاب مجازر بحق أهلهم في أرياف جبل عبد العزيز والشداد ترجمة نانسي قنقر